طيب احنا عايزين نرصد كده سريعا التشكيل المتوقع للنادي الاهلي امام نادي الوداد المغربي وحنتكلم برضو في التشكيل ده مع زمنا كريم رمزي هنتكلم بشكل كبير جدا عن التشكيل ده خلونا نروح نشوف التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في النهائي بكرة بداية حراسة المربع ألف ألف مبروك وألف حمد الله على السلامة لكابتن محمد شناوي عودته لحراسة عرين النادي الاهلي بكابتن محمد شناوي هو اللي حيحرص عرين النادي الاهلي ان شاء الله خط الدفاع من اليمين لشمال كابتن محمد هاني كابتن محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم علي معلول ده بالنسبة لخط الدفاع المتوقع أنه هو يكون ان شاء الله بإذن الله نبدأ هذه التشكيل المتوقع أنه يبدأ بيها مرسل كولر بكرة بإذن الله خط الوسط حيكون مروان عطية ويهيه ألي وديانج فيه الارتجاز ويهيه قدامه محمدي فتحي ده بالنسبة لخط الوسط أما خط الهجوم بيرسي تاو ومحمد شريف حيبدأ بيه محمد شريف ده برضو التشكيل المتوقع وعلى شمال محمد شريف حيكون حسين الشحات إذن ده التشكيل المتوقع أنه يبدأ بيه مرسل كولر وحنتكلم فيه الموضوع ده إن شاء الله بزله برضو مع زملنا كريم رمزي في هذا الموضوع في التشكيل طيب ده بالنسبة لتشكيل النادي الأهلي من اليمين للشمال أيوب العملود أرسين زولا أمين فرحان ويحيا عطية الله بالنسبة لخط الوسط رضا الجعدي ويحيا جبران ارتكاز وجلال الدودي وده بالنسبة لخط الوسط بالنسبة لخط الهجوم من اليمين لشمال سيف الدين بوهرة ويبولي سامبو ويأيمن الحسوني ده برضو التشكيل المتوقع لنادي الوداد بكرة في المواجهة المرتقبة اشتركوا في القناة